قرصة، 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 ساكمنين قرصة، قرصة، ساكمنين كأس العالم هذا المطار سيستقبل العالم تذكره 2010، ما قد تذكر؟ كاكات في 2022 بل من قبل فحي يخوان، هذا ملعب رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاث رقم أربعة رقم خمسة رقم ستة ملعب رقم سبعة ملعب رقم ثمانية هل أنتم جاهزين للعالم؟ العالم كله رح يكون عنا في بلد منا وفينا It was all a dream ولي تحتيه كامل تغيره كأس عالم استثنائي هذا الطعم كأس عالم مختلف خليفة ملح بتسعي صفا أربع تقتاد الجنوب تقتاد المدينة التعليمية ملعب البيت ملعب لوسين في قطر لما فازت دولة قطر بشرف تنظيم كأس العالم 2022 كانت الفرحة كبيرة احتفالات بكل البلاد ومش بس قطر كل الدول العربية فرحت لأنه لأول مرة رح تقام هالبطولة بدولة عربية شرق أوسطية تنظيم هذه البطولة العالمية من هداك اليوم وحجلت البناء والإعداد لهذه المناسبة متوقف ونستمر العمل على مدى 12 سنة ليجهزوا كل المتطلبات في هذه البطولة التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة ولأول مرة في الشرق الأوسط عموما سيرى العالم أن أحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي وخصصت دولة قطر ميزانية مفتوحة لتقوم بكل شيء ممكن لتنجح البطولة واليوم على وشك البداية ومع بدء العد التنازل سنرى قطر ح CHEERING comigo OUQ حسناً هذا مطار حمد الذي يفتح في 2014 عندما تكتب مطار حمد على جوجل إيميج يُصبح على الأقل هذا جابه من نيويورك يعني نعرف هذا الدب دوب هو اسمه لام بير لام اللي هو الضو والبير معناها دب طبعا كل واحد عمل ترانزيت في العالم في الدوحة هون إلا ما شاف الدب دوب اللي أخذ جائزة أبضل مطار في العالم السنة هاي والسنة الماضية وأكيد رح تشوفوا لامبير سلموا عليه لما تيجوا هاي مطلة على الدب دوب كأس العالم على الوعد أول مرة بالشتة بتصير 20 نوفمبر العالم لأول مرة رح يجرب يجتمع ببلد واحدة صغيرة تقدر تلتقي بكل الدول بمسافة بسيطة وإن تقدر تحضر أربع مبرايات بنفس اليوم هاي أكثر دولة دفعت لكأس العالم بالتاريخ 220 مليار دولار لبناء تقريبا دولة جديدة داخل دولة يستفيد منها أجيال للمستقبل في قطر إحنا وصلنا على سوق واقف هيك كانت قطر الزمان هذا من أقدم الأسواق في دوحة تاريخ قطر في سوق واقف أقدم سوق في الدوحة لسه بترجع للتاريخ منطقة الصيد كانوا يجيبوا اللؤلؤ هو السوق التراثي في قطر يا أخوان سوق واقف لماذا يسمى سوق واقف؟ لأنه زمان كانوا هون يوقفوا كان البحر يوصل لهون تجار كان يوقفوا هون يبيعوا فسموه سوق واقف هذا السوق 250 سنة من عمره قديم هون وهون وسط المدينة بالدوحة يسمها مشارب وهي من أكثر المناطق المزودة بأنظمة ذكية مستدامة هذه أول مدينة ذكية مستدامة صديقة للبيئة يستخدموا التكنولوجيا ليحسنوا نوعية الحياة اوكي أخوان أهلا وسهلا فيكم مدينة مشارب شوفوا بس خطوات من سوق واقف بقول لكم وين الماضي ولا أنت في الحاضر مدينة مشارب هاي هي داون تاون تاعد الدوحة هاي تسمى براحة مشارب هي أتبر ساحة مغطاة في الشرق الأوسط بعد الساك ينفتح ويغلق على حسب الجو الأحياء القديمة هون وهون الحديثة سوق واقف وهون مشارب في المتحف من برا ما تشوفوه مستوحى من هاي اسمها زهرة الصحران المبنى من برا نفس هيك تبدأ من الترحال كيف الناس كانوا زمان البادية اللؤلؤ النفط الوقت الحالي كأس العالم هوا نوصل اليوم 32 فريق المستضيف أرجنتين سعدية إكوادور بورتغال تغرب تونس مكسيك نحن حاليا في مكتبة قطر الوطنية هاي المكتبة عجيبة غير أن مشكلها من برا بجنن من جوة كمان فيها قصص رهيبة لما تيجي قطر لازم تزورها أهل وسهلا فيكم في منطقة اللؤلؤة هاي الجزر إصطناعيا مبنت كامل هيك من ولا شيء فوق البحر لأنها كانت كلها زمان منطقة صيد اللؤلؤ هون قبل أن يكتشفوا النفط لأنها إيطالية بنكهة عربية كيف يتعاملوا مع الحرهم في قطر؟ هذا الشارع اسمه الشارع المكير أي كي اسمه؟ تقريباً هو الشارع الوحيد هون في الشرق الأوسط اللي فيه تطلع هوا مبهرد من تحت الأرض وإنت ماشي في كامل الشارع العد التنازل يبلش ملعب رقم واحد أستاذ خليفة أوكي أخوان هذا ملعب رقم واحد من ثمان ملاعب هون راح يكونوا في قطر هذا من عام 1976 وجددوه حسه بسعة أربعين ألف هذا من أقدم الملاعب في قطر وهذا الـ V.I.B. لملعب خليفة منصور للبطولات القديمة اللي صدف هذا الملعب ملعب برقم اثنين ملعب 974 هو الكود الدولي للإتصال في قطر ملعب كامل معمول من الحاويات كونتينر عدد الحاويات اللي مبنى فيهم الملعب كأنك داخل كونتينر أصلا داخل كونتينر غرفة علاج اللاعبية هاي هذا كونتينر هاي هذا كونتينر كونتينر نعيد تدوير حاويات تاعة السفن هاي غرفة ترديل الملابس في ملعب 974 مرحبا بكم أهلا وسهلا في ملعب 974 هذا الملعب رح يتم تفكيكه بالكامل بعد المنديال ونقله هي بطاقة هية يعني لغة عربية فصيحة عرافت وهذا هدفنا أن الدولة عربية مو كاس قطر أو كاس لحالم هذا كاس للعرب ككل ولما نشوف العرب معنا يعني يتبادلون هذا الشعور يعني يرفع فينا الحماس للأمانة آياء 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 رقم ثلاث ملعب أستاذ الجنوب لأنه جاي في جنوب قطر وهذا تصمم من زاها حديد الله يرحمها هي اللي صمت الطريقة عجيبة صمت زاها حديد فهذا راح يكون أرس لها ولنا طبعا لذا عند زاها حديد أخبرت أن تصنع بطاقة ساقبت أن الاستاذيوم يجب أن تدريد مجمع كلمة الدولة والترديش ومجمع كلمة الدولة وكانت تعلم لتعرف من كلمة الدولة ومن كما يعرف أشهر من كلمة الدولة ملعب أستاذ الجنوب مفتح في 2019 ولكن صمم من برة على شكل صدفة ومن جواه زي المركب مركب الشراعي ونحن أجمل التصاميم للملاعب في الحالم ملعب رقم أربعة ستاد المدينة التعليمية جوهرة الصحراء على شكل المسل مسننة دايما يخوان من برا لأن هذه المدينة التعليمية هون التهوية في كل مكان طلعوا التهوية هون خلف الكراسي جاي كل مكان في الملعب أربعين ألف متفرج رح يكون هون ملعب رقم خمسة ملعب الثمامة صمم على شكل الطقيقي هاي تقيلوا تسموه هون القحفية في قطر طبعا هذي هاي القحفية اللي احنا نلبسها بشكل يومي تحت الغطرة وإحنا هاي في منطقة فيو أبيض طلعوا الشاشات شايفين هاي الشاشات تقدر تحضر المبرة وتعمل إعادة إذا رحت عليك لغطر وشايفين في علامين الأحمر والأخضر هذول لناديين هون في قطر لأنه رح يتسلم لإلهم بعد ما ينتهي كأس العالم إن شاء الله على خير هاي النسخة مميزة من كأس العالم ملعب رقم ستة ستاد أحمد بن علي هذا الملعب رخيب ستاد نادي الريان لأنه رح يتسلم لنادي الريان يبدأ التصاميم في ستاد أحمد بن علي ستاد أحمد بن علي طلعوا مرسوم أسد على الجهتين على الجهة هاي والجهة الثانية غير هيك الملعب هاذ معمول بتصميم كان مضغوط يعني أنت هون أنا قاعد هناك في المقدمة تعالوا شو هذا هو السكاي بوكس الجناح الضيافة خاص تقدر يعني تشتريه للملعب لإلك أنت وصحابك يعني 24 شخص بساعة هذة تحضر مبارا هون لحالك هيك بسموهم هذول سكاي بوكس وفي منطقة الفي آي بي هذيك بالدعوة بتيجي الفي آي بي بس ملعب رقم سبعة ملعب البيت هذا ملعب مستوحة من الخيمة خيمة كنا نقعد فيها هاي الخيمة مبنت بطريقة من بره لو تشوفوها عجيب ورح يتم التبرع بجزء كبير من كراسي الملاعب بعد كأس العالم ملعب البيت ستين ألف رح يكونوا هون وبيقول لك أن السكاي بوكس هاي كلها رح تحول لفنادر خمسة نجوم بعد كأس العالم دلا وانت قاعد هيك هالبوابة قطر وليكوادور هون ملعب الافتتاح هاي غروفة اللاعبين يا أخوان رح تكون في ملعب البيت تخيلوا كيف تصميمهم عاملينها ازاي قاعدة عربية هون رح يكونوا دمسي قاعدة في خيمة ولكن حديثة جاهزين راحنا في ملعب ها ها بتحضر مبارا تخيلتهم ها مطبخ هيك الفيو رح يكون والمباريات يجي تحضرها هون جم ملعب البيت في مكدونالز البيت على شكل خيمة كمان ملعب رقم ثمانية ملعب الأخير ملعب توستين داما واخر واحد ووهم واحد هذا ملعب النهائي ملعب لوسيل اللي بسعى ثمانين ألف هذا ملعب جدا ضخم في مدينة لوسيل منبنى بشكل حلو كثير بره تحسو زيل فانوس وهي المنطقة اللي احنا فيها هي VVIP يعني Very Important People رح يقعدوا هون وفي هذا الملعب وفي قطر و2022 منبارا النهائي هون رح يحمل الكأس حدا من هون نبدأ توكلنا على الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة